الكتاب يتكلم عن خصيان أو ناس خاصوا أنفسهم أخذوها حرفيا وأيضا هم يتكلم عن ناس يعني التاريخ الكنيسة يتكلم عن ناس عن أشخاص اللي قلعوا عيونهم لألا يعني يرتكب خطيئة مع أن الرب يسوع قال من فضلة القلب يتكلم اللسان أو من القلب تخرج الأفكار الشريرة شو ردك على الكلمات قطع اليد الرجل قلع العين في الحقيقة واضح أن المسيح لم يكن يقصد المعنى الحرفي لأننا لو ألعت عيني اليوم نا زي ما بيقول في مثلا في متة خمسة إن أعثراتك عينك اليوم نا طب أنا حبصر بالعين اليوسر طب ولو ألعت العنتين طب أنا عندي خيالات ممكن تتخيل أكثر مما أرى بعيني إذن المسيح يقصد قطع الخطيئة من منباعها من جذورها من جذورها لكن ليس معنى ذلك أني وإلا لو كنت كل عضو حيعصرني حشيله فحشيل عينيه وبعدين حقطع إيديه وبعدين حقطع رجليه وبعدين لساني كمان حقطع لساني وبعدين وداني وفي النهاية حمود كله وهذا في الحقيقة ما تم شرعا في صليب المسيح فأنا مش محتاج أعمله تاني لأن المسيح لما تصلب هو ما تصلبش لوحده لكن أنا تصلبت مع المسيح صلبت في نظر الله كياني هذا انتهى لكن أنا ليه عندين بس من النهاردة وطالع مش هستعملهم في النظرات النجسة لكن عشان أخدم بهم ربنا عندي إيدي مش هستعملهم في السرقة مثلا لكن إني أعمل الصالح بيدية لأعطي من له احتياج إذن المسيح لا تعلم بقطع أعضاء الجسد لكن بقطع الكيان الفاسد من الأساس